طلق الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون تناول التصعيد الجاري في الشرق الأوسط وسبل الحد منه وتعزيز مصار التهدئة وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيسين أكد ضرورة ضبط النفس ووقف دائرة الاستهدافات المتبادلة التي تضع منطقة الشرق الأوسط بأسرها على حافة خطر الحرب الإقليمية التي تهدد مقدرات جميع شعوب المنطقة في هذا الإطار استعرض رئيسان الجهود الجارية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان وإنفاذ المساعدات الإنسانية وبصورة عاجلة وبكمية كافية كما شدد الرئيسان على ضرورة احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه مؤكدين دعمهما لمؤسسات الدولة اللبنانية كما شهد الاتصال تأكيد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وحرصهما لاستمرار التعاون في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية والاتثمارية بما يخدم مصالح الشعبين المصري والفرنسية واستمرار التشاور بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك